السلام عليكم اهلا وسهلا كديري اللبس عليكم كانت منكم تكونوا كلكم باخر على خير اليوم الدرس دينا الجديد والضرب في ستة و سبعة اذا بدو على بركتي الله منسوش بان الدرس رك نقدمه واحد طريقة بسيطة في واحد دقائق معدودة اما وفي الحقيقة رك يتقدم في خمسين دقيقة بتال خمسة وخمسين دقيقة اذا انتلقوا التمرين الاول احسبوا عدد قطاع الشوكولاتة عندي نحسب عدد قطاع الشوكولاتة اذا واحد جوج 3 4 5 6 اذا الصف الاول عندي فيه ستة اذا لدي ستة القطاع في كل الصف انحسبوا عدد صفوف 1 جوج 3 4 5 6 7 إذن ستة في سبعة وعندنا ممكن نحسبوه طريقة مختلفة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وغن نحسبوه شحال منصف صف الأول الثاني الثالث الرابع الخامس سدس أو سبعة في ستة إذن الضرب حنا نعرفه بأنه تبادلي ستة في سبعة متل وها متل سبعة في ستة إذن ستة في سبعة تساوي اثناني وأربعون تمرين رقم اثنان عند مريم ست سلات بيض في كل سلتين تماني بيضات كم لدى مريم من بيضة؟ إذن سنقوم بعملية الضرب تمانية في ستة تساوي تمانية وأربعون إذن لدى مريم تمانية وأربعون بيضة الآن تقلل تمرين رقم ثلاثة أكتب عدد تربيعات كل شبكة على شكل جدا إذن حسبوها عدد المربعة نبدو من هنا واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة إذن عدنا الصف الأول والصف الثاني إذن ستة في اتنان نفس الشكل نستعمل هنا واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة إذن عندنا الصف الأول إذن سبعة عندنا الصف الأول الثاني ثالث إذن سبعة في ثلاثة الآن انتقلوا التمرين رقم أربعة ولونوا مستطيلا عدد خاناته ستة في سبعة إذن حسبوا 1 جوش ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة إذن قلنا سبعة في ستة إذن ها إذن هنا إذن 1 جوش ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن الرسم المستطيل على هذا الشكل إذن عندنا قلنا هنا سبعة وهنا ستة إذن أرسموا على هذا الشكل إذن ستة إذن ستة إذن 1 جوش ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن سبعة هنا وهنا ستة وستعال لونه بأي لون بغينا عندكم الحرية لاختيار الألوان اللي بغيتو أحسبوا عدد تربيعات المستطيل وأكمله إذن بدو من هنا 1 جوش ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن عندنا هنا سبعة سبعة المربعة نحسبوش حلم الصف 1 جوش ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن سبعة في ستة أو نحسبوه عدد المربعات ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تساوي إثناني وأربعون الآن تقلو التمرين رقم ستة أكملو بدءا من اليسار إذن بدءا من اليسار اليسار دينا إذن صفر زائد ستة ستة يعني ستة مراتين واحدة إذن على ستة أخرى هاي سيقولي وجوج إذن ستة في إثنان تساوي إثنى عشر ثلاثة مرات ستة في ثلاثة ستعطينا ثمانية عشر أربع مرات الخارج دينا أربعة وعشرون خمس مرات ثلاثون إذن ستة مرات ستة في ستة سبع مرات إذن ستة في سبع مرات تتعطينا ثنين وعشرين ستة ثماني مرات تتعطينا ثمانية وعشرين إذن ستة في تمانع ستة تسع مرات أعطينا أربعة وخمسين ستة في عشرة تساوي ستون إذن أحسب نجد بالضرب دي السبعة إذن سبعة في تسعة تساوي ثلاثة وستون ثلاثة في سبعة تساوي واحد وعشرون ستة في خمسة تساوي ثلاثون تمانية في سبعة تساوي ستة وخمسون ستة في عشرة ستون تمانية في ستة تمانية وأربعون أربعة في ستة أربعة وعشرون ستة في ثلاثة تساوي تمانية عشر أملأ الجدول سبعة في الصفر أي عدد في الصفر يعطينا الصفر 7 في 1 7 7 في 2 14 7 في 3 21 7 في 4 28 7 في 5 35 7 في 6 42 7 في 7 49 7 في 8 56 7 في 9 63 7 في 10 70 8 في 10 70 38 39 39 40 على دور الشباب كل صندوق كل صندوق يحتوي على تسع كتب احسب عدد الكتب التي وزعها علي اذا شو لدينا من صندوق سبعة كل صندوق في تسع كتب اذا سبعة في تسعة تساوي تلاتة وستون عدد الكتب عدد الكتب تلاتة وستون كتابا تلاتة وستون كتابا الان تقلو الجدول ديال رقم ستة في تمرين عشرة اذا عدنا ستة في صفر اي عدد يعطينا صفر ستة في واحد ستة ستة في اثنان اثنى عشر ستة في ثلاثة تمانية عشر ستة في اربعة اربعة وعشرون ستة في خمسة ثلاثون ستة في ستة ستة وثلاثون ستة في سبعة اثناني واربعون ستة في تمانية تمانية واربعون ستة في تسعة اربعة وخمسون ستة في عشرة ستون اذا تقلو التمرين رقم حداش اكملو الجدول التالي لاحظوا معايا الجدول ستة وهو اربعة وخمسون اذا العدد اللي غادي نضرب ستفاش غادي نضربه باش تعتني اربعة وخمسون سنضربوها في تسعة اذا هنه عندنا سبعة كذلك في تسعة تساوي ثلاثة وستون اذا الجدول ستة نشوفوا اربعة وعشرين فاش ضربناها ضربنا في اربعة اذا ستة في اربعة اربعة وعشرون سبعة في اربعة تساوي تمانية وعشرون لاحظوا معي جيدا تسعة وربعين هي سبعة في سبعة سبعة في سبعة تساوي تسعة واربعون ستة في سبعة تساوي اتناني واربعون بقتلنا المسألة الاخيرة رقم تناش جمع راشيد خمس ليمونات اذا باش نفهموا المسألة دائما نوضعو نحاولو نفكو المعلومات راشيد عندو خمس ليمونات هاي وجمعت عائشة ضعف ما جمعه راشيد اذا عائشة عندها ضعف منيك نسمعو ضعف معناه في اتنان اذا خمسة خمسة في اتنان تساوي عشرة عندنا بينما جمع احمد ست مرات ما جمعته عائشة اذا احمد ست مرات ما جمعته عائشة اذا عاشرة في ستة تساوي ستونة اذا احنا غدي نجمعو هادو هادش اللي خرج لينا هنا غنجمعو هاي راشيد عندو خمسة عندنا عائشة ضعف ديالو منيك نسمعو ضعف يعني في اتنان تساوي عاشرة واحمد قلنا بانه هو يملكو ست مرات ما تملكه عائشة اذا عائشة كتملك عشرة هو يملكو ست مرات اذا هي ستون اذا هادو غدي نجمعو هم اشحال غدي تعطينا ستونة زائد عشرة سبعون زائد خمسة تساوي خمسة وسبعون اذا هنعملو العملية ستونة زائد عشرة زائد خمسة تساوي خمسة وسبعون اذا ما جمعه الاطفال ما جمعه الاطفال ما جمعه الاطفال هو خمسة وسبعون ليمونة ليمونة وبتالي قد نكونوا انهينا هادو الدرس دا وكنتمنى انكم تكونوا ستبتوا معي والى اللقاء في درس قادم ان شاء الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة